لا تعل الدول بهيبتها إلا أن تبنى على نزاهة القضاء واستقلاليته والقضاء عماد بناء الدولة الرشيدة ثابت يجدد التركيز عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بمناسبة الحفل السنوي السادس ليوم القضاء العراقي والذي واكبت شاشة التغيير على تغطيته عاما بعد عام لما لأهمية الإعلام الوطني في نقل إنجازات القضاء العراقي الذي يحارب لأجل العراق بالسلاح سيادة القانون واحترام الدستور اليوم الذي نجح فيه قضاء العراق في نيل مطلبهم بتحقيق الاستقلال التام الذي يعد الهدف الأسمى لجميع القضاءات في العالم ويحفر في الذاكرة يوم القضاء العراقي بعد استحقاق الاستقلال الذي ناد له قضاء العراق ترسيخا لأهمية القضاء المستقل الذي يعتبر معيار تقدم الأمم العراق الذي يمر بأزمات متراكمة عزز بها الخارجون على القانون جرائم الفساد إذ استغلوا ضعف البلاد لمرورها بحروب ونزاعات وأزمات سياسية معقدة لم يستسلم بجهود محاكمه على امتداد البلاد بإعلاء صوت العدالة والفصل بالقضايا وضمان الحقوق والحريات وهي الرسالة التي يؤكد خبراء القانون حفاظ رئيس مجلس القضاء الأعلى عليها من خلال تعزيز دور القضاء في دعم الدولة بعدم خضوعها للنفوذ والمصالح السياسية رئيس مجلس القضاء الأعلى جدد التأكيد على أهمية استقلال القضاء في حيادية القرارات القضائية التي تصدر عن مجلسه وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أوجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها احترام ومراعاة السلطة القضائية وعدم إقحامها في أي تدخلات سياسية أو التدخل في إجراءاتها القضائية وهو ما جعل العراق في مقدمة الدول من حيث الإشادة بخبرة قضاتها ومحاكمها وعرج رئيس مجلس القضاء الأعلى على دور الإعلام الوطني في نشر الوعي القانوني وقناة التغيير الفضائية التي تضع أهمية دور السلطة القضائية ضمن نهجها التحريري لإيمانها بأن نجاح الدولة لا يكون بمنأ عن القضاء بل بالارتكاز عليه لما فيه مصلحة للوطن والمواطن العراقي أو كما يسعى له القضاء الأعلى بتطبيق شعار القضاء في خدمة المواطن